النهاردة ضربة البداية للنادي الأهلي موجهة عربية خالصة بطل أو يعني الفريق الأقوى في إفريقيا بطل إفريقيا الأهلي وآسيا الفريق الأقوى في أسيا حد جدة شايف ضربة البداية إزاي المباراة؟ بالتأكيد البداية هي المهمة لمشوار يليك باسم النادي الأهلي أو الباحث عن الوصول للدور النصف النهائي والمرة جديدة الوصول لمكانة محترمة أكتر مما أنجز بالنسبة لبرونزيات 3 كانت في مسيرة النادي الأهلي الاحترفية مع المشاركة في نهاية كأس العلم للندية ومن ثم طموحات كبيرة حتى وإن كان النادي الأهلي لم يقدم الكثير في المباراة المحلية أو الأفريقية في الفترة الأخيرة سواء كان دوري السوبر الأفريقي والخسارة في نصف النهائي أمام سانداونز أو حتى التعادلين كان في دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة في دوري أبطال الأفريقية وكذلك التعادل الأخير محلين اللي كان مع سموحة نتائج متذبذبة إلى حد كبير بالنسبة له بيش مرضية قوي يعني الجمهور وعشاق الأهلي لا بيش ده الأهلي بتاع زمانية منطقي مية في المية لأنه جمهور النادي الأهلي غروره بيوصله أو بيرضي غروره الفوز والثلاث نقاط أو التحقيق للبطالات لكن خسارة لقبين بالنسبة لمرسيل كولر بعد خمسة ألقاب في الموسم الماضي ثم ما بعد ذلك نتائج متأرجحة مقدرش أقول لأنه النادي الأهلي كان ماشي بشكل كويس جدا ومع الوصول لدور السوبر الأفريقي النادي الأهلي كان بيقدم أو بيلعب آه يكسب لأ بمعنى أنه بيضيع العديد من الفرص ودي نقطة كان ومازال وبيبحث مرسيل كولر في الفترة الأخيرة حتى بعد وصوله لجدة في المملكة العربية السعودية أنه يعدل من وضعية انهاء الفرص بالنسبة لعابي النادي الأهلي لأنهم بيوصلوا كتير للمرمى ولا يتمكنوا من الوصول للشباك بالضبط ودي مشكلة كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي في مثل هذه المباريات الكبيرة اللي المفروض النادي الأهلي عنده إرث وتاريخ وبيشارك أمام فريق اتحاد جدا مهما كان وهو فريق يمثل لمملكة العربية السعودية مستضيف النهائيات لكن هي مشاركة ثانية للاتحاد جدا ليس لديه تاريخ كبير بالضبط دي النقطة بس عازل حراتك فيها احنا بنلعب طبعا على أرضهم بنلعب مع اتحاد جدا اللي هو كسب أوكلاند سيتي يعني بثلاثية نظيفة فرق أننا ألعب مع فريق على أرضه زائد أنه هو لسه طلع من انتصار نفسيا ده بيدي للعيبة يعني دافع أكتر شايفوا إزاي؟ طيب هما دخلوا في أجواء البطولة قبلنا يعني قبل النادي الأهلي دخلوا في أجواء البطولة اتحاد جدا أنه يشارك يواجه أوكلاند سيتي فريق ليس لديه إمكانيات كبيرة من يوزيلاندا حتى مدربه أو المدير الفني كان بيتحدث عنه لو قابلتونا في رياضة أخرى ممكن نحن نكسبكو لكن في كورة القدم انتوا أعلى مننا مقارنة بأسماء اللعبين اللي موجودين في تحاد جدا بما فيهم الأسماء التي تم مضخات مادية كبيرة كريم بنزيما أسمي صحيح البالوندور كورة ذهبية العام الماضي مش من بعيد يعني وكان يشارك في نهاية كأصل عالم للأندية الأخيرة وواجه النادي الأهلي في مباراة السيمي فاينل حتى الوصول للنهائي والفوز باللقب وكان تفوق على النادي الأهلي أو شارك فيه الفوز على النادي الأهلي بربعية مقابل هدف ففكرة أنه لا فريق تقيل يملك لعبين منهم نوجولو كانت على سبيل المثال وهو بطل العالم في 2018 في كأصل عالم فيفا روسيا مع المتخب الفرنسي لعبين تقال ولكن في منهم ونحن ما بناخدش بقى بلنا من التفاصيل الصغيرة الفنية فكرة أنه في العديد من اللعبين اللي مثلا فوق التلاتين سنة وكتير منهم تحديدا البرازليين اللي موجودين في نص ملعب وتلت الهجومين ما بيرجعوش أدوا أدوارهم الدفعية ده هيبدأ يشتغل علينا دي الأهلي أو بالفعل يشتغل علينا دي الأهلي في السكاوتنج اللي بتعامل كأمور فنية دقيقة على الأرض الملعب في مثل هذه المباراة اللي على الشعرة فكرة الانضباط التكتيكي وإنك تستغل الفرصة أمام المرمى استغلال الفرص وانت رايح على المرمى استغلال الفرص في الصغرات اللي ممكن تكون موجودة في قلب نص ملعب وهو اللي عنصر الأقوى بالنسبة ليه اتحاد جدة ولكن من الممكن أن تستغله ببعض الصغرات اللي تقدر أن أنت تنقض على اتحاد جدة لأنه هي مباراة تفاصيل ولو لعبت على التفاصيل بس دايما أنا بقول حتى أنا بعلق على المباراة أقول اللعب ده مميز لكن لو فحلته مشكلة لعبين المصريين يجب أن يكونوا في حالته مهيئين سايكولوجياً ذهنياً عندهم الصلابة الذهنياً وده أعتقد موجود لأنه معظم اللعبين حضرتك قلت في الإنترو أنه الأهل يشارك للمرأة ربعة توالياً في نهاية كأس العالم للأندية ومن ثم هناك إن لم يكن المعظم السعود الأعظم من اللعبين دول شاركوا طبيعي في الأربعة ثلاث نسخ ودير ربعة صحيح فعندهم خبرة المشاركة في بطولة زي بطولة العالم للأندية طيب عايزة أسأل حضرتك هنا توقعاتك كاكولر حيبتدي الماتش إزاي التكتيكات اللي ممكن يستخدمها هل هبقى فيه اسلوب هجومي اسلوب دفاعي توقعاتك كده للتشكيلة كمان شكل الماتش هيكون عامل إزاي آيات السلامة في التوازن ما يقدرش إنه يلعب بشكل مفتوح جداً على أرض الملعب أمام تحت جداً وفي نفس الوقت ما يترجعش التراجع اللي ممكن يخلينا مثلاً نفتكر مباراة خسرها النادي الأهلي في نهاية كاسل عامل لأندي أمام باير نميونيخ كان شكله مترجع بشكل كبير ولما فتح أمام ريال مدريد شاتب الأربعة ففكرة إنه لازم يكون هناك توازن أعتقد إنه لا خلاف على محمد الشناوي هيكون موجود في حراسة مرمى النادي الأهلي علي معلول قضاهير أيصر كان فيه خلاف فيما بين محمد هاني وأكرم توفيق أفتكر والكلام اللي جاي لنا من الكواليس في تدريبات النادي الأهلي الأخيرة إنه محمد هاني هو اللي هيكون في الجبهة اليمين كباك يمين في تشكيل النادي الأهلي قلبي الدفاع عودة محمد عبد المنعم ما بعد الإصابة الأخيرة لكن عاد وعاد وبكامل قواه هيكون موجود كاستوبر أو قلب الدفاع بالنسبة للنادي الأهلي إلى جوار أشوف ياسر إبراهيم لأنه ميزة اتحاد جدا فإنه عنده وشوفنا طبعاً مباراة أوكلان سيتي الركنيات الدربات الثبتة وهم أطوال القامة يعرفوا يتعاملوا مع مثل هذه الكرات ومن ثم ياسر إبراهيم أفضل من رامي ربيع في مثل هذه التعاملات يعرف يتعامل أكثر بالزبط في الكرات الرئاسية أو في التعامل البدني بشكل أفضل فيكون أفتكر أن ياسر إبراهيم مع محمد عبد المنعم اتنين كقلبية دفاع بالنسبة للتشكيل النادي الأهلي يكونوا أتقل يعملوا توازن أكبر وكمان بناء الهجمة على الأرض يكون بالنسبة لهم أفضل على أرض الملعب أليو ديانج مروان عطية وإمام عشور إمام عشور ممكن مروان عطية هو اللي ياخد معه لأدوار الهجومين نسباين وأليو ديانج كدبابة مالية موجودة في نص ملعب نادي الأهلي هو الليلعب مركز 6 أو كدفندر أساسي موجود في تشكيل النادي الأهلي في نص الملعب الهجوم طيب الناس دايما بتتكلم عن أنه كهرباء رأس حربا نادي الأهلي الأساسي طبعا أنه مودست أنا بس اختيار مودست برضو يعني تفسيرك ايه اختيار كولر لمودست لأنه برضو هنا في علامة استفهان طيب الموضوع ده كبير قوي وأنا يمكن هنا في صباح الخير يا مصر ذكرت بعد مباراة أول أو خلال أول 15 يوم بالنسبة لوجوده في نادي الأهلي وقلت أنه لا يصلح لنادي الأهلي وأنه مش النادي الأهلي اللي يجيب لعب بهذا الشكل أو بهذا الحجم الكبير كهالة ولكن فنيا وبدانيا لا يصلح كده في الملعب ما هوش على راسي لجنة الكرة والمسؤولين في شركة الكرة والمسؤولين حتى عن جلب اللعبين ليه نادي الأهلي لكن هذا لعب وبهذا الشكل في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة دايما دايما كان أولتر بواليا كان أسماء كان بتيجي لنادي الأهلي هجوميا مش هي لتشيل هجوم نادي الأهلي يمكنني أفتكر ما فيش غير وليد أظاره مثلا كان موجود المغربي وكان بيضيع فرص كتير لكن كان بيسجل بالنسبة لنادي الأهلي لكن في الفترة الأخيرة لا يوجد مهاجم مهاجم كلاسيكي بالنسبة لنادي الأهلي يقدر يخلص كلاعب تسعة نقدر نقول أنه هو يعني يصلح ليه قميص النادي الأهلي المهيب في القارة الأفريقية أو حتى عالمين في النهاية كاسل عن البندية هالكولر معلش أنا أسف لمقاطعتك بيديله فرصة يعني فيه كلام بيتقال أنه هو أنا ممكن أديله فرصة ممكن ينور مودست في بطولة العالم الأندية وفيه كلام تاني بيقولك أنه لو لم يؤدي الأداء المطلوب منه اللي يليق بقميص أو فانيلة النادي الأهلي ممكن في شهر يناير يعني يتم الاستغناء عنه يعني برضو هنا فيه علامات استفهام حوالي وجوده حقيق يومية في المية لكن اللي بيناور بيناور من أول لمسة أنا أتفق مع هذا تماما ما فيش حاجة اسمها أصله ثابت داوري المصري بعدين في بطولة مهمة زي دي صحيح حتى وإن سجل أفكر أنه أيامه معدودة في النادي الأهلي ومودست مش من اللعبين اللي هو مستقبل لنادي الأهلي دايما النادي الأهلي بيفكر فيه زي إمام عشور كصفقة من الصفقات اللي تديك لسنوات ويكون أساسي كمان فيه منتخب منتخبنا الوطني كمان عنده نهاية كأس لهم أفريقيا في هناير لكن أنه لعب أنت بتفكر لإيه يعني إيه مخططك أن أنت تجيب لعب في سنة 35 سنة بقالوا سنة كما بطر فدي مشكلة ومشكلة كبيرة ويسأل عنها من أتوا بهذا اللعب لازم أن يسأل عموما أنه مودست مش هيبدأ هاتين مبرأة كهرباء التشكيل الهجوم بالنسبة للهجوم هنا الهجوم بالنسبة للهجوم الثلاثي لا غنى عن أنه برستاو كمان منتشي بأنه فائز بجائزة أفضل لعب داخل الكارة الإفريقية من الاتحاد الأفريقي الكاف في الأسبوع الأخير أو الأيام اللي فاتت فواخد الثقة والثقل والصلابة الزهنية كمان حسين الشحات أفتكر أنه يبدأ كجناح طاير ممكن يفاجئنا مرسيل كولر النهاردة فهذه المبرأة أنه ما يبدأش بمهاجم كهرباء وأنه يبدأ بطهر محمد طاهر ويلعب شادو سترايكر لأنه طهر عنده أدوار دفاعية أفضل من محمود عبد المنهم كهرباء ممكن أنه يفاجئنا لكن الكلاسيكي والوضع الطبيعي أنه يبدأ بكهرباء كمهاجم بالنسبة لنادي الأهلي لكن ممكن يفاجئنا ويلعب شادو سترايكر ويخلي بيرسيتاو والشفتات اللي بتتعمل ما بينهما بين حسين الشحات وضهر محمد طهر مع الأدوار الدفاعية اللي ممكن يعملوها لأنه محتاج نادي الأهلي أنه ما يجذفش هجوميا من الشرط الأول ويبقى خيار استراتيجي هجومي موجود على البنش أو على نكة بودلاء النادي الأهلي من مرسيل كولر أنه يدفع شو بحك قلت فكرة التوازن كمان التوازن مهم جدا في إدارة الماتش النهاردة ما بين الهجوم والدفاع صحيح شافي إزاي استبعد لعب زي أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر من أفضل اللاعبين اللي موجودين في الكرة المصرية ولكن التعامل معاه ما كانش بالطريقة اللي تناسب عقلية أحمد عبدالقادر وأحمد عبدالقادر نفسه ما خدمش نفسه بنفسه ما طورش ذهنه مثل بسيط كهرباء فين دلوقتي كهرباء كان في ما سبق النادي الأهلي حتى في التعامل مع الحكام أو اللعبين في المشدات حتى الكلمية كان بطريقة ودلوقتي بقى بطريقة تانية لأنه اتعامله معاه بطريقة اللي تناسب كهرباء فبقى أكتر نطجا حتى في التعامل خارج الكرة وده أثر عليه في الكرة لأنه طالما فيه صلابة زيناية طالما فيه أداء فني وبالني كمان عالي على الأرض الملعب نفسك اللي أحمد عبدالقادر هو عايز يشارك بس مرسيل كولر قاسي مرسيل كولر ممكن يجمد لعب ولنا في أي من أشرف مثال سنة الفاتت تجمد سنة كامل فهو لأنه ريدا سليم كمان أصيب فما كانش عايز يستغنى عنه حاليا أحمد عبدالقادر إصابة وإصابته أفتكر مش إصابة ذهنية ولكن أصابة عضلية هي إصابة عضلية ولكن بالتأثير الزهني وصل لهذه المرحلة يمكن ريدا سليم وأحمد عبدالقادر أكثر اتنين يفتقدهم من نادي الأهلي كان محتاجهم كلعيبة كورة علينا على الأرض ملعب أفتكر أنه أحمد عبدالقادر برى النادي الأهلي في الفترة اللي جاية لأنه ده الواضح من الكواليس داخل النادي الأهلي وإن أحمد عبدالقادر لن يكمل المشار لأنه مرسيل كولر على الأغلب مفيش نية أنه حتى وإن خسرة نهاية كأس العالم لأنها طبعا مش نتائج كبيرة أنا دائج لقدر الله لأنها تمنها لأنه اسمه مصر هو الأول والأولى وكمان أولا والأهلي باسمه مصر طبعا لكن مرسيل كولر هو مكمل مفيش نية أنه يتم التخليع عن مرسيل كولر فترة اللي جاية أنا عايز أتكلم مع حضرتك كمان أستاذ بحمد على دكة الاحتياطية أو البودلاء بشكل كبير لأنه في أسامي طبعا مهمة وأوراق ربحة في إيد مرسيل كولر بشكل كبير أفشى مثلا في أسامي كتيرة فعزين نتكلم إيه الأوراق اللي ممكن تكون يلعب بيها كولر خلال ماتش نهار اتكلمت عن لعب زي طهر محمد طهر هو مقتنع به إنه لو كان بديل هيكون البديل الأول بالنسبة ليه أحد جناحي نادي الأهلي سواء كان برسيتاو أو حتى إحسين الشحاد نفس الكلام محمد مجدي أفشى لو فكر إنه يلعب موجود محمد مجدي أفشى بيغير ويحير فعلا على أرض الملعب لو كان في حالته ولو كان طريقة اللعب بتخدم محمد مجدي أفشى يعني أربعة اتنين تلاتة واحد لما يبدأ يدخل محمد مجدي أفشى في مركزه الطبيعي اللي هو تحت رأس الحرب ويبدأ يوزع اللعب لكن لو أربعة تلاتة تلاتة أفشى لما بيجنح ما بيقدرش إنه يقدم المستوى الأفضل لكن طبق أسماء كلاسيكية موجودة بما فيها محمد مجدي أفشى أعتقد أنه النادي الأهلي طبعا في بعض اللعبين اللي هم صغار السن الموجودين في قائمة النادي الأهلي لكن أفتكر أنه الكل مهيأ ذهنيا أنه اسم النادي الأهلي وقاميس النادي الأهلي واسم مصر في هذا المونديال وبالذات في مباراة تحت جدا لأنه فيه تهيئة كانت بشكل مختلف حتى مع هتاف الجماهير السعودية أنه مستنين النادي الأهلي أنه يجلنا العيبة بتتهيئ هذه المواقف للدافع ولاسا للانكسار أو أنهما يبقوا خايفين من أسماء كبيرة موجودة في التحاجات جدا نحن نتكلم عن كريم نزيم نزيم طبعا أسامي كتير وحتى مضاربهم الجديد اللي هو جاهده الاستثمارات اللي تضخط في الكرة السعودية الفترة اللي فاتت وفي النوادي بشكل كبير تخض أسماء يعني حاجة تخض صحيح وكمان الأهلي تاريخه مع بطولة العالم لأندي نحن نتكلم عن نحن حصدنا لقب المركز الثالث ثلاث مرات أستاذ محمد صحيح 2006-2020 2021-2021 عقدة المركز الثالث ممكن تتكسر المرة أفتكر عبور مباراة اتحاج جدا نهاردة كبداية كما حضرتك ذكرت في بداية الأمور أنه دايما دايما البداية حتى بالنسبة للفرق الكبيرة الأصعب هو البداية حتى تدخل في أجواء البطولة فمباراة قوية أمام اتحاج جدا أنت ملعبتش دور تمهيدي هو لعب دور تمهيدي مباراة إدته أريحية أكتر وده الخدم النادي الأهلي في مواجهات المملكة المغربية اللي هي نهاية كأس العالم للأندية في النسخة اللي فاتت وده ده أنا فرصة أن نحن نوصل لسيمي فاينل ونكمل حتى للعب على المركز الثالث والرابع فأه فكرة أنه النادي الأهلي بإذنها يفوزه نهاردة أمام في المونيزيا البرازيلي يقدر أنه يعبر وبإذننا أن نصل لمبرانها كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة إن شاء الله وبشكرك شكرا جزيلا لناقض المعلق رياض الأستاذ محمد عفيفي دايما بتنورنا وبتشرفنا في صباح الخير يا مصر